أفضل سبع برامج للتصميم المعماري والنمذجة ثلاثية الأبعاد يسمح أي برنامج أو مكون إضافي أو أدالي المستخدم بتنظيم أعماله والحصول على أفضل نتيجة في وقت قصير وهذا يعني أن البرامج أو المكونات الإضافية أو الأدوات مصممة لتوفير الوقت والطاقة وتقديم أفضل النتائج للمستخدمين في هذا الدرس سوف نستعرض أفضل برامج الهندسة المعمارية المستخدمة على نطاق واسع في المشاريع المعمارية والهندسية التي تتكون من معظم الميزات والتكامل مع البرامج الأخرى لجعل العمل من الدراجة الأولى من الاحترافية والإبداع وهذه البرامج مستخدمة على إطاق واسع في المشاريع المعمارية لإعداد مخرجات مختلفة مثل المخططات والنماذج ثلاثية الأبعاد والتصميم الداخلي والتصميم الخارجي والصور ومقاطع الفيديو وتخطيط وتصميم مناظر الطبيعية واستخدام نمزجة معلومات البناء بيم ومحاكاة الطاقة هيا نبدأ على بركة الله أولا برنامج أوتوكاد يعد برنامج أوتوكاد أحد أشهر البرامج للرسومات المعمارية ومشاريع النمذجة منذ إطلاقه يتم استخدامه في الغالب لأعمال النمذجة ثنائية الأبعاد مثل المخططات ومساقط الواجهات ومقاطع العناصر الإنشائية تتوفر ميزات النمذجة ثلاثية الأبعاد أيضا في هذا البرنامج ولكن نظر للتعقيد والتصميم البسيط فهي ليست قيد الاستخدام بشكل كبير على هذا البرنامج يتكون من جميع الميزات المطلوبة لإكمال الرسومات بطريقة هندسية واحترافية يستخدم على نطاق واسع في جميع مجالات الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية ففي مجال الهندسة المدنية يتم استخدامه للأعمال الآتية لإنتاج المخطط المعماري ومقاطع العناصر الإنشائية والواجهات ويستخدم أيضا لإنتاج الرسومات الإنشائية وتخطيط محطات معالج تنمية والصرف الصحي وتخطيط الطرق السريعة والأمال المساحية والطوبغرافية والمخططات المعمارية والتنفيذية للجسور وتخطيط المناظر الطبيعية وتخطيطات الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة وإن من أهم الإيجابيات لهذا البرنامج هو الأكثر استخداما وسهل الاستخدام ويحتوي على معظم الأوامر التي يتم استخدامها لإرسم الرسومات الهندسية والأفضل للمخططات ثنائية الأبعاد ويتطلب نظام تكوين منخفض مقارنة بالبرامج الأخرى ولكن لهذا البرنامج بعض السلبيات وأهم هذه السلبيات النمذجة ثلاثية الأبعاد معقدة ويستهلك المزيد من الوقت للنمذجة ثلاثية الأبعاد والإخراج النهائي الذي يقدمه ليس الأفضل من حيث الجودة ثانيا برنامج SketchUp يأتي البرنامج هذا في قائمتنا وهو أيضا أحد أشهر البرامج المعمارية هو برنامج للنمذجة والعرض ثلاثي الأبعاد يستخدم بشكل خاص لإغراض التخطيط والنمذجة المعمارية كان SketchUp مملوكا لأول مرة من قبل شركة جوجل ولكن الآن استحوذت عليه شركة Trimble لتكوى من جميع الميزات المعمارية والخيارات التي توفر بعض الاختصاص في تصميم نموذة ثلاثي الأبعاد تضيف ميزات جوجل Earth ميزات إضافية للمستخدم حيث تسمح للمستخدم بمشاهدة العرض الدقيق للهيكل المخطط على الخريطة الحالية عن طريق استيراد النموذج وتثبيته في موقع المشروع يوجد الإصدار المدفوع المجاني على حد سواء ويتضمن إصدار المدفوع الميزات والخيارات الإضافية هذا البرنامج هو الأفضل للطلاب لتعلم النمذجة ثلاثي الأبعاد في وقت سريع وإن من أهم ميزات وإيجابيات هذا البرنامج أنه سهل الاستخدام ويتطلب نظام تكوين أقل مقارنة بالبرامج الأخرى ويستهلك وقت أقل في التعلم وإنتاج المشاريع ويتكون من جميع وظائف وقوالب التصميم المعماري وسهولة التكامل مع البرامج الأخرى وإمكانية إضافة خيارات المكونات الإضافية لجهة خارجية للحصول على مزيد من الميزات وتسمح ميزة جوجل Earth برؤية المبنى الخاص بنا بالضبط في موقعه ثالثا برنامج 3D Max يستخدم برنامج 3D Max أيضا لإغراض التخطيط والتصميم المعماري بشكل أساسي يستخدم هذا البرنامج لإنتاج ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة وعمال التصميم الجرافيكي إنه برنامج ثلاث الأبعاد للنمذج والعرض والرسوم المتحركة يمكن المهندس من إنشاء عوالم واسعة وتصميم متميز ويشتهر برنامج 3D Max بتصميمه عالي الجودة والرسوم المتحركة يستخدم المهندس هذا البرنامج لأنواع مختلفة من العمل مثل النمذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والتصميم الداخلي والتصميم الخارجي ونمذجة الكائنات وما إلى ذلك الآن رينو 3D هو أفضل بديل لبرنامج 3D Max لأغراض المعمارية نظرا لسهولة عمله وعمله السلس ومن أهم ميزات هذا البرنامج أنه يعمل على إنشاء تصميم ثلاث الأبعاد واقعي وبرنامج قوي للغاية يتكون من جميع ميزات التصميم والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد ويوفر صورا عالية الجودة وتوفر الإضافات والأدوات الإضافية مزايا إضافية في العمل ومن أهم سلبيات هذا البرنامج يتطلب نظام تكوين عالي وليس من السهل فهمه حيث يستغرق وقتا لاكتساب خبرة في العمل عليه رابعا برنامج ريفيت يعد برنامج ريفيت أحد أفضل برامج التصميم المعماري والذي يتكون من جميع ميزات تصميم وتخطيط الهياكل وهو مصمم خصيصا لنمذجة معلومات البناء وما يعرف بتقنية البيم ريفيت هو حل واحد لجميع الأعمال المعمارية والخدمات الأخرى إنه يحل محل أوتوكاد نظر لميزة الصياغة الفريدة والنمذجة ثلاثية الأبعاد يتضمن جميع الميزات والأدوات لتوفير نموذج ثلاث الأبعاد مثالي يتكون من معلومات المبنى بالكامل مثل التفاصيل المعمارية والتفاصيل الهيكلية وتفاصيل التعزيز والتفاصيل الميكانيكية والسباكة والكهرباء وتفاصيل الخدمات الأخرى الآن برنامج ريفيت هو البرنامج الأكثر استخداما في قطاع الهندسة والتكنولوجيا حيث يتم التصميم المعماري في الغالب بوسطة هذا البرنامج ومن أهم إيجابياته يعمل على إنشاء تصميم ثلاث الأبعاد واقعي وبرنامج قوي يتكون من جميع قوالب التصميم والعمارة ثلاثية الأبعاد يوفر عمل عالي الجودة وإمكانية تزويد البرنامج بالإضافات والأدوات الإضافية التي تعطي مزايا إضافية وسهولة في العمل ويستخدم لنمزجة معلومات البناء بتقنية البيم ويستخدم أيضا لحصل كميات المنشآت ويعمل أيضا على تخطيط وجدولة العمل ويعمل على محاكاة الطاقة ويستخدم لأعمال الخدمات الهندسية الأخرى مثل العمال الميكانيكية والسباكة والكهرباء وما إلى ذلك ومن أهم سلبياته يتطلب نظام تكوين عالي وليس من السهل فهمه ويستغرق وقتا لكتساب خبرة في العمل عليه خامسا برنامج لوميون هو برنامج عرض ثلاث الأبعاد مصمم خصيصا للمهندس المعماري لجعل مشروعهم في عرض واقعي يتم استخدامه لتقديم نمزجة ثلاثية الأبعاد بتشطيبات عالية الجودة بشكل عام برنامج لوميون هو أحد أنواع الامتدادات التي يتم استخدامها مع برامج النمزجة ثلاثية الأبعاد الأخرى مثل 3D Max وRivet وAutoCAD وBlender وما إلى ذلك لإنشاء صور ومقاطع فيديو رائعة واستعراضات بزاوية 360 درجة يستخدم برنامج لوميون أيضا في الغالب من قبل المهندس المعماري لإظهار خيالهم بطريقة مبتكرة وعالية الجودة سادسا برنامج V-Ray يعتبر برنامج V-Ray أيضا واحد من أقوى أدوات التجسيد التي تستخدم أيضا لمنح المهندس المعماري الخيال بطريقة واقعية إنه امتداد تجسيد ثلاث الأبعاد يتم استخدامه بواسط العديد من برامج الهندس المعمارية مثل 3D Max وMaya وRivet وSketchUp وRino وما إلى ذلك يتم استخدامه للتصميم الداخلي والخارجي للمباني أيضا يتم استخدامه لتصميم المنتجات وألعاب الفيديو والمؤثرات البصرية والسيارات وصناعة وتطوير البرمجيات يستخدم كل مهندس V-Ray أيضا في الغالب لتشكيل مشروعهم في عرض عالي الجودة سابعا برنامج Photoshop يعد برنامج Photoshop أحد البرامج القوية جدا وهو من إنتاج شركة Adobe في صناعة التصميم لغرافيكي ويستخدمه المهندس المعماري لإنشاء وتحرير التصميم الداخلي والخارجي وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذا الدرس أتمنى أن ينال إعجابكم كان معكم المهندس محمد دامس شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته